تسعة وتلاتين ونصف في المية بصوا بقى الحتة دي اوالله العظيم نسبة تراجع واردات الامح يعني تقريباً اربعين في المية تراجع في حجم الواردات اولاً عشان فيه ارادة سياسية لكده اي حاجة في الدنيا في اي دولة فيه ارادة سياسية هتتم مفيش ارادة سياسية مش هتتم عايز تعرف خبت التلاتين سنة مربوطة بعدم وجود ارادة سياسية وعدم اهتمام وعدم اكتراس وفاسد حدث ولا حرك مش موضوعي تعالى رجعك على اللي تقريباً اربعين في المية تراجع في حجم الواردات علشان عندي ارادة وعشان عندي ادارة جيدة للمنظومة بتاعة الامح وفي ظل ان انا بزيد تقريباً تقريباً اتنين مليون بني قدم كل سنة بص كده 2014 انا كنت عامل ايه يا لهوي 14.9 من 10 وردات امح وكان عندي سكان 85.8 من 10 مليون طب الانتاج المحلي بتاع الامح كان قد ايه كان 9.26 يا دين النبي ده كده كان سنة 2014 15 يا مولانا لا دي حاجة مخيفة تسعة وستة وعشرين مليون طن يعني تسعة مليون وستة وعشرين بصل تسة وعشرين مليون طن ده المحلي وبستورد تقريباً 15 مليون طن وانا كنت 85 مليون مواطن طب تخيل اقول 86 طيب يعني هنقول خمستاشر زق التسعة يعملوا كام ستة وعشرين مليون طن علشان خاتم مين 85 مليون مواطن لو انا خدتك بسرعة على 2022 هتلاقي ان انا الاجمالي بتاعي ما بين مستورد وما بين محلي قد ايه بقى تسعة وعشر مليون طن مع ان احنا مية واثنين مليون مواطن ده معنى ايه ان الفائد زمان كان مخيف مرعب تعالي بقى ناخدها واحدة واحدة بص يا سيدي كنت بتستورد 15 مليون جينا في 15 بقينا بنستورد 10 ونص مليون طن جينا في 16 اتفع معدل الاستراب بقى 12 و7 من 10 مليون طن وبعد كده الخفض شوية بقى 12 مليون وبعدين بقى 11 ونص مليون طن كلي بالك انا الزيادة السكانية شغالة ازاي 85 88 90 92 96 من 17 الى 18 بس حيلو 96 98 مليون 99 مليون 101 102 مليون مين يزود مش كده ربنا ايدي الجماعة الصحة مش كده هي في النهاية بلد ادي حجمها قرطتها السياسية ادي حدودها اهي احنا مساحتنا كده تمام متفل ودي موارد بالراحة بس شوف بقى هنا بقى ايه انا لما وصلت في 2020 لتلاتاشر مليون طن وارد امح مقابل انتاج محلي تقريبا عشر مليون طن كان لازم ارفع معدل انتاج المحلي وقلل الواردات بتاعتي النهاردة ازوي سبيك وكما نتحدث انا لأول مرة بتاعه قدامك اهو اهو لأول مرة المحلي يبقى اكتر من المستورد وصمت كثيرا لأول مرة المحلي يبقى اكتر من المستورد وحش